أول وسيلة إعلامية حرة ومستقلة تهدف إلى إسماع أصوات السوريين في الداخل هكذا عرفت إذاعة روزانا السورية التي أطلقت رسميا من باريس الأربعاء إذاعة تنقل تفاصيل الحياة اليومية لكن عبر التجديد على الجانب الاجتماعي والإنساني حسب ما أكدت رئيسة التحرير لين الشواف التي أملت في أن تكون الإذاعة على قدر المسئولية لأن سوريا بحاجة فعليا لوسائل إعلام مستقلة ومهنية لتكون تابعة لأي حزب ولا لأي مكون من المعارضة السورية الإذاعة تستند في عملها على فريق من 30 مراسلا في كافة أنحاء سوريا تم تدريبهم خلال دورتين نظمتهما قناة فرنسا الدولية في تركيا يصبح صحفيين مهنيين يغطون كل الأحداث التي تحصل في سوريا إذاعة روزانا تتلقى دعما من الدانيمارك وفرنسا وقناة فرنسا الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وإذاعة هولندا ومرسلون بلا حدود إلا أنها ليست مرتبطة بأي حكومة بحسب إدارة تحريرها التي تؤكد أن الدعم الذي تقدمه الخارجية الفرنسية ليس سوى معنوي وتقني